استعرض اجتماع لمكتب تربياتي ساحل حضراموت بريستامين بعباد مدير مكتب الوزارة بالساحل للخطة الزمنية لتنفيذ حزمة البرامج والنشاطات النوعية التي ستنفذ مطلع العام القادم من الفصل الأول للعام الدراسي الحالي وعرض صعيب بام حسون مدير دائرة التوجيه التربوي الخطة التفصيلية المزمنة مع تحديد اللجانة المكلفة لحزمة البرامج والنشاطات وفي الاجتماع شار المدير بعباد إلى همية تلك البرامج والنشاطات وفقاً والخطة المنهجة خلال العام الدراسي الحالية مؤكداً إلى أن رؤية قيادة المكتب تهدف الاكتشاف وتشجيع وصقل المواهب موجهاً المتخصصين والقائمين على هذه البرامج والنشاطات العمل بروح الفريق الواحد وفقاً والخطة المزمنة والترويج لها عبر مواقع السوشي الميديا الرسمية للمكتب اشتركوا في القناة